انتور صلاح نشوف فلسفة تشريد العقوبة ايه ونقول للناس العقوبات بدأت ايه وتنال من من تمام هي اولا عايز بس افرق ما بين حاجتين الطالب المتلبس بالغش بارتكاب الغش داخل لجنة الامتحان ومن يدير عملية الغش اللي بدير عملية الغش دوت يمكن الناس بتستخدم صفحات تواصل اجتماعي والناس بتستخدم التكنولوجيا العالية اللي احنا فيها دلوقتي لنشر هذا الغش وتقنينه ووضع قواعد له واستباق الامتحانات بنشر الامتحانات ونشر الاجابات وتسريب وخلافه النهاردة احنا كان عندنا اساسا اتقرر بقانون رقمية واحد لسنة 2015 وعايز اقول لك السؤال بس عاش تبقى ملحوظة مجلس النواب في الفترة الاولى في فور انعقاده من 11 يناير حتى 24 يناير 2016 اقر هذا القانون اللي هو القانون 101 لسنة 2015 كان من ضمن القرارات الازارة سيد رئيس الجمهورية في فترة غاب المجلس وكان المجلس معني من ضمن القرار بقوانين اللي بيراجعها 342 قرار بقانون هذا القانون كان من ضمن اللي احنا راجعناه واقرناه في ذلك التوقيت انما اللي حصل ان انت الهدف من اي قانون انت بتعمله خصويا قانون فيه عقابة او فيه عقوبة بيبقى الهدف منها الراضع العام ان انت تمنع مخالفة او تمنع جريمة معينة بتأثر في قواعد المجتمع وبتأثر في اخلاقيات المجتمع ومبادئه الحقيقة ان القانون بالعقوبة اللي كانت موجودة في المادة واحد فيه اللي هي كان بتجيز الحبس مدة لاتة كله عن سنة وغرامة مش عارف من 15 الى 10 تلاف جنيه وكلافه دي ما حققتش راضع عام بدليل ان احنا بقلنا سنتين من بعد 2015 فيه تسريبات متكررة وفي غير شجماعي وفي قواعد يعني قواعد غير موجودة لإدارة عمليات الامتحانات وخلافه فبالتالي كان يجب على مجلس النواب ان يسعى الى مسألة اعادة النظر في العقوبات اللي موجودة في قانون مخالفة عمال الامتحانات عشان كده احنا لما جي مشروع القانون من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة وفقنا على تغليز العقوبات وقنلنا الوضع وفرقنا ما بين حالتين من يرتكب جريمة الغش نفسها الطالب او كذا ان هو يحرم من اداء الامتحانات للترم اللي بيمتحنه الترم الذي يليه ثم ويوقع عليه غرامة انما اللي بيدير عملية الغش وبيفسد المجتمع بهذا الشكل انا شايف ان لا يجب ان تغلز العقوبات عليه لان انت هنا دي حماية مجتمعية يعني انت بتمارس الحماية مجتمعية عن طريق التشريع في الاطار العام انا معاك طبعا ومعاي حد يتكلم ان اه احنا عايزين نعمل نعيد سياغة العملية التعليمية ونصحح اخطاها وده مش هيبقى طريق القانون بس ومن اللي قال ان اي قانون على فكرة بيعالج زاهرة في المجتمع انما انت شايف ان الرضع مهم قانونيا احد الادوات اللازمة لتصريح مصار العملية التعليمية وموجة ظاهرة الغش هو ان انت تحط عقوبات رضيعة في قانون معين انما مش هو ده بس اللي هيقف لك اهو ده ليس ححلك مصار العملية التعليمية انا شايف ان يجب ان يكون مصارات متعددة بجانب هذا المصار مصار اداري بتقوم بيه وزارة تربية والتعليم مصار فني بتتولى وزارة تربية والتعليم في اطار اعداد مشروع قومي للتعليم مصار اخلاقي حتى مصار اخلاقي وثقافي يجب ان يورس في المجتمع ويمرر في المجتمع من اول الاسرة اللي بتربي في البيت مرورا بمؤسسات المجتمع المسؤولة يعني طيب هو هنا طبعا عشان المشاهد بس يبقى معنا يا جماعة ان الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة ما تقلش عن مئة الف جنيه ولا تزيد على مئتين الفين جنيه على مئتين الف جنيه وذلك اذا ارتكب اي فعل من الافعال المؤثمة في الامتحانات سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجميع والجميع والخار وكمان هنا استحدثت كمان في عقوبة تكملية حرمان الطالب الذي يرتكب غشا او شروعا فيه او اي فعل من الافعال المؤثمة في المادة من اداء الامتحان في الضور الذي يؤديه والضور الذي يليه في ذات العام ويعتبر غاسبا في جميع المواد يعني مش في المادة اللي حيضبط فيها متلبسا بالغش بس اشتركوا في القناة